وفيه أن السائل ينبغي له أن يوجز في سؤاله وأن يكون واضحاً في ما يتعلق بمسألته فإنها اختصرت وأجملت على نحو من الإيجاز الذي تضمن البيان مع قلة الكلام دون بسط وإفاظة وهذا له فائدة كبرى في اختصار الوقت وفي وضوح المسألة للمستفتاء فإذا احتاج المفتي إلى مزيد بيان أو إضاح عند ذلك يسأل فلا حاجة للمستفتي أن يطرح كل ما في باله خاطره ولو لم يكن متصلاً بالقضية فإن ذلك مما يشتث ذهن المستفتاء ويضيع وقت الطرفين موسيقى موسيقى موسيقى